اهلا بكم الى النشر الاقتصادية مدد البنك المركزي العمل بالاجراءات التي اتخذها قبل عدة سنوات لمواجهة الازمة المالية العالمية والاستحقاقات المرحلة وذلك حتى نهاية العام 2015 وبموجب القرار تم تمديد العمل بتعليمات تصنيف التسهيلات الاعتمانية واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر المصرفية العامة واكد البنك المركزي في تعميم للبنوك العاملة استمرار العمل بمتابعة ومراجعة التعليمات الصادرة عنه واجراء اي تعديلات تستوجبها الظروف خدمة للاقتصاد الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات المصرفية السليمة حققت بورسة عمان خلال عام 2014 اداءا جيدا رغم الظروف السياسية المحيطة بالمملكة وفي المنطقة العربية والسمرار التوتر السياسي في بعض دول المنطقة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للمملكة إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة بنسبة 84% ليسجل كما تشير البيانات وكما نلاحظ في عام 2014 2166 نقطة وفي عام 2013 كان 2066 نقطة ورغم هذا الارتفاع سجلت مؤشرات التداول الأخرى خفاضا حيث تراجع حجم التداول كما تشير البيانات حجم التداول كان في 2014 2 مليار و300 مليون وفي 2013 3 مليار دينار عدد الأسهم المتداولة في 2014 2 مليار و300 مليون سهم وفي 2013 2 مليار و700 مليون سهم وعدد العقود في 2014 9056 عقد وفي عام 2013 1074 عقد في حين انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2014 بنسبة 8% لتصل كما تشير البيانات القيمة السوقية 18 مليار و100 مليون دينار ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي كان 75.8% وإلى خبر آخر بدأ العمل في قانون ضريبة الدخل اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني من العام 2015 بعد نشره في الجريدة الرسمية في آخر عدد صدر في نهاية العام الماضي وبموجب القانون الجديد تم الإبقاء على الإعفاءات للشخص الطبيعي والمعالين بواقع 12 ألفا للمكلف و12 ألفا على المعالين مهما كان عددهم في حين يمنح إعفاء بحد أقصى 24 ألف مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية شريطة تقديم فواتير ومستندات في حين خفض القانون قيمة الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي سنويا إلى 10 ألاف دينار بدلا من 12 ألف دينار بحيث يتم استفاء 7% عن كل دينار من 10 ألاف دينار الأولى و14% من 10 ألاف دينار الثانية و20% عن كل ما تلاها في حين أصبحت الضريبة على البنوك 35% ولقطاع الصناعة 14% و24% لشركات الاتصالات وتوزيع وتوليد الكهرباء التعدين التأمين وشركات إعادة التأمين الوساطة المالية الشركات المالية الأشخاص الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي وما عد ذلك يفرض 20% أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استكمال ترخيص جميع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية بتوقيعها اليوم الرخصة الأخيرة في قائمة الطلبات المقدمة للهيئة وعددها 13 طلبا إذ وقعت اليوم رخصة لشركة سقر إمعان باستطاعة 21 ميجاوات بحجم استثمار إجمالي يبلغ نحو 50 مليون دولار وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي إن الهيئة ستستمر بالعمل على تحفيز الاستثمارات وتجيع الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة في المملكة على مستوى المؤسسات والأفراد وأشار إلى أهمية هذه المشاريع للمساهمة في مواجهة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية بما يحافظ على أمن التزود بالطاقة في المملكة التي تشهد طفرات في الأحمل وأخيرا ما زالت أسعار النفط تواجه مزيدا من الضغوط بفعل علامات على استمرار زيادة إنتاج بعض من كبار منتجين نفط في العالم وهبط سعر نفط برينت 51% في آخر جلسة تداول ليصل إلى 56 دولار و 42 سنت للبرميل وتراجعت أسعار النفط الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2009 ليبلغ 52 دولار و 69 سنت للبرميل وقال العراق ثاني أكبر منتج في أوبك إن متوسط صادراته بلغ 2.094.000 برميل يوميا في كانون الأول مسجلا أعلى مستوى له منذ العام 1980 في حين وصل الإنتاج في روسيا أكبر مصدر للنفط خارج أوبك إلى أعلى مستوياته في عام 2014 وقالت تقارير متخصصة إن ضعفا نشاط المصانع في الصين وأوروبا في كانون الأول الماضي ساهم أيضا بإبطاء وطيرة ارتفاع الطلب على النفط وأثر سلبا على الأسعار شكرا